من الناحية الاقتصادية العائلة يعني الوالد رحمة الله تعالى ورحمة الله على موتكم الوالد كان متوسطا في القدرة الاقتصادية ولذا ما كانت عندنا مشكلة في حياتنا الاقتصادية وهذا الذي هيأ لي بعد ذلك يعني اقول بعد ذلك بعد ان ارتبطت بالحوزة العلمية في كربلا وكذا انه اي كتاب كنت احتاج اليه الوالد كانوا هي البعد المالي لشراء ذلك الكتاب ولذا انا او يعني الكتب التي كنت احتاجها في كربلا انا عندما خرجت من كربلا مكتبتي لا تقل عن ثلاثة الاف كتاب ما شاء الله بلي نعم مكتبة كبيرة جدا لانه اي كتاب كنت احتاجه هذا احد يا عمر يعني انا بالضبط خرج من العراق سنة ثمانين مولنة قرابة اربعة وثلاثين سنة لها اكثر مولنة سبعة وثلاثين سنة سبعة وثلاثين سنة بلي x3 باعتباره الان الفان وثلاثين 2017 لا اقصد كان عمرك فيه وقت هذا الوقت عمري مولنة ٢٤ سنة السمحت السيدي ايضا يعني العائلة الجواء الدينية بداخل العائلة لديكم أحد سبقكم لا 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 في العائلة لا يوجد الجواب الوالد كان ارتباطه جيد بالعلماء في كربلا وبالمراجع في كربلا وبغيرهم ولهذا كان بوده باعتبار أنه أنا الابن الصغير له اخوتي الآخرين ثلاثة منهم عدموا والآخر توفي رحمة الله تعالى عليهم وأنا الخامس فيهم الوالد صار بناء أنه يوجهني بهذا التوجيه المرتبط ببعد الحوزات العلمية وطلب العلم ولذا هيئ لي المقدمات أيضا وإلا كان رغبة من عدي كانت بالوالد الداعم الأساسي والمشوق الأساسي والذي تعرفون بأنه في السبعينات صار هناك ضغط أمني شديد على الواقع الديني ولهذا كان اللي يرتبط بالواقع الديني لعله كل العائلة تكون تحت علامة الاستفهام والمراقبة والضغط وغلاء غير ذلك ولذا بعض إخواني كان يريدوني أن أبتعد عن الواقع الديني وعن الواقع الحوزوي لماذا؟ خوفهم أنه خوف هذا سوف يؤدي إلى مشاكل لهم ولهذا كان الحامي لي والذي أعطاني الغطاء للدفاع عني كان الوالد لأنه كان يعتقد بأنه لا بد أن أسير في هذه المسيرة وإذا توفرت لكل الإمكانات مضافا إلى ذلك أنه في كربلاء قلت لكم بأنه الأجواء في الستينات وأوائل السبعينات الأجواء الدينية كانت أجواء جيدة فأنا من خلال ارتباطي بهذه الهيئات والمجالس تعرفت على مجموعة من أساتذة الحوزات الدينية فهم عندما وجدوا أنه توجد عندي رغبة هم حاولوا أيضا يشوقوني ويدعموني يدعموني بل ويعطوني دروس أحسنتهم دروس خصوصية يعني أنا عندما قلت أريد أن أقرأ على سبيل المثال شرائع الإسلام اللي أول هو كتاب فقه الحوزات العلمية أنا مباشرة وجدت أستاذ رحمة الله تعالى عليه شيخ حسين العيثاني قال أنا أدرسك تأتي القضية مع أنه أنا أحسنتهم يعني تهيئت الأرضية طيب سمح سيد عود مع المقاطع سوف نعود للحوار هذا الحوار الشيخ أنا مستنسع تماما بهذا ولعلي أول مرة همتيا أنا أنا أشيره إليه وقفة قصيرة سادة يا المشاهدين